البعض يعلم المعوذات أو آية كرسي يعلق المعوذات أو آية كرسي في السيارة أو المنزل أو أدري يعلق المعوذات أو آية الكرسي في السيارة أو المنزل أو مدري شنو يلبسه هل يأثم ما حكمها على كل حال التعليق القرآن ما نزل ليعلق القرآن أنزله الله تبارك وتاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته لا ليعلق ويتبرك به أبدا وإنما أنزل الله القرآن سبحانه وتعالى ليتدبر الناس آياته وليعملوا بما فيه وينته عما نهى عنه وليتحاكموا إليه أما أن يكون القرآن للتعليق يعلق في السيارة ويعلق في البيت ما لهذا أنزل القرآن وقد كره كثير من أهل العلم تعليق الآيات على الجدران وغيرها خاصة في أماكن قد يقع فيها المعاصي مثل الدوانية وفي تلفزيون وصور معلقة ومعلقة لآية الكرسي وكذا أو يتقع الغيبة أو شرب الزقائر في الدوانية أو اللعب الجنجفة وما شاب ذلك من الأمور وآيات القرآن معاكنه فيه نوع من الإهانة للقرآن الكريم حقيقة أن القرآن معلق والموسيقى على حدها والجنجفة والزقائر والغيبة وهذا والقرآن معلق هناك أنه فيه عدم مبالاة والعياذ بالله فالأصل أنه لا يجب استعليق القرآن في مثل هذه الأماكن أما إذا كان إنسان مثلا علق آية في دار ولم تقع المعاصي في ذلك المكان في الأصل يعني ليس مكان معاصي وكذا أرجو أنه لا بأس به وتركه أحسن ترك تعليق الآيات أفضل خاصة بعد الآن بعض الآيات الناس تعلق يعني أنا رأيك يعني قال أركبوا فيها بسم الله مجريها كاتب الآية على صورة سفينة مثلا طيب والطير صافات كاتب الآية على شكل طير هذا اللعب بالقرآن هذا اللعب بالقرآن وهكذا يجيب كل آية ويرسمها على صورة ما تتكلم عنه هذا من العبث بالقرآن خلاص الناس ما تريد تقرأ القرآن ما تريد تعمل القرآن قامت تلعب أو حتى الكتابات القرآن أحيانا اللي هي آيات متداخلة وكاليونت متداخلة وكذا تقعد بس عشان تفك الآيات يعني فترة طويلة وقد لا تصل إلى هذا قد لا تستطيع أن تفك الآيات ليش ما لهذا أنزل القرآن فالقصد أن الإنسان لا بد أن يعطي القرآن يعني هيبته وقيله آيات متحدد